كما أبرز ما لفت انتباهك في هذه المضامين المتنوعة للخطاب الملكي هو في الواقع هذا الخطاب جاء كما شرته في تقديمكم في واحد المرحلة خاصة هو في منتصف الطريق على الأقل العهدى للحكومة الحالية نحن بحضوه يعني بصدد العيش في المرحلة الأولى لهذه الحكومة الجديدة فالخطاب أهم ما جاء فيه وهو في الواقع تيجي استرسال لكل خطاب السابقة على الأقل بالنسبة لهذه السنة الخطاب ديال العرش خطاب ديال 20 غشت فيه واحد العدد ديال الإشارات ليهما مهمة جدا وكان ضروري أننا نتبه لها الخطاب يتوجه إلى الضمير الحي للأمة ومن خلال الأمة من خلال الممتلين ديالها في البرلمان أن البرلمان مؤسسة دوستورية مهمة جدا تمتل المجتمع فبالتالي الملك توجه لهم مباشرة قال لهم على أن هذه الفترة اللي كان عيشوا فيها هذه الفترة جديدة وغسنا نتعاملوا بها بأكبر ما يمكن من أولا من المسؤولية من تحمل هاد القيم اللي كانت تكلموا عليها ديال التضامن وديال التفاعل قال لهم وديحنا هاد البرلمان لأنه عنده واحد دور دور البرلمان شنوه هي المراقبة ديال العمل للحكومة فقوموا لنا بهذا الواجب أنتما كتنجوا القوانين وكتصدقوا عليها وكتنقشوها حاولوا في الشغل ديالكم تكونوا مسؤولين وتقوموا بهذا الدور اللي حسكم تديره باش تساعدوا الحكومة في التنفيذ ديال المشاريع دياله اللي غادي تجي في المستقبل فهذا يعني هذا واحد تعطير مهم جدا واحد الخطاب اللي هو قوي وكن نظن بأن الناس اللي في البرلمان يعني البرلمانيين رمحسوا بالأهمية ديال الكلام اللي قلما لك